السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسرق المرسلين أهلاً وسلم بكم جميعاً في هذا الفيديو سأتكلم عن التحويلات الجامعية للطلبة الجدد حامل باكالوريا 2023 والتي ستكون إن شاء الله تعالى بداية شهر سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني وأي طالب يتم وضعه في الجامعة سيتم رفضه يعني لازم كلش إلكتروني سأجيب على مجموعة من الأسئلة هناك تحويلات خارجية وتحويلات داخلية تحويلات الخارجية رأي أصعب من التحويلات الداخلية بسبب شرط بطاقة الإقامة للتحويلات الخارجية وأنه لازم يكون معدلك يسمح بالتحويل الجامعي من تخصص إلى تخصص كذلك المقاعد المتبقية بالنسبة للخارجي كما قلت لكم بطاقة الإقامة تسكانوها وتديروها في السيد هل بطاقة الإقامة ضرورية في التحويل الخارجي إذا كان التخصص غير موجود في ولايتي نعم أنك ما تحتاج بطاقة الإقامة في حالة ما تخص لحابة تحول له غير موجود في ولايتك هل أقوم بالتسجيل نهائي أو بالتحويل؟ لازم أنك تسجل قبل وباع أنك تقوم بالتحويل الجامعي يعني تسجل تسجيل نهائي وبعدها أقوم بالتحويل في شهر سبتمبر هل أستطيع القيام بعد الطلبات للتحويل؟ لما يفتح السيد رأي تظهر مجموعة من التخصصات ونفس التخصصات اللي يمدوها لكم أول مرة في التسجيل الجامعي الأولي هي النفس اللي راح يمدوها في موقع التحويلات الجامعية هو أنك تخير إلا تخصص واحد ليش كما خيرته أول مرة من واحد الستة من واحد العشرة لا تخير تخصص لحابة أنك تحول له وتنتظر المواقع والله الرضي هل يمكن التحويل إلى تخصص وهو غير موجود في موقع التحويل الجامعي؟ لا يمكنك التحويل إلى تخصص في حالة ما غير موجود في وليته كاينين بزاف قالوا لي أستاذ إحنا ما أعطونيش آل جي وهو متيرت وحاب يقرأ الحقوق في آل جي وما متدولوش الحقوق في آل جي فبتالي ما تقدرش تدير تحويل تبقى في تيرت هل يمكن التحويل إلى تخصص آخر في الشبه الطبي؟ نعم تقدر والقائمة الاحتياطية إن شاء الله تعالى هتكون في شهر سبتمبر يعني تحط نفسك في القائمة الاحتياطية ولكن بشرط مثلا أنت أعطاوك ممرض وحاب تروح مخباري إذا عاد معدلك قريب للمخباري وحاط هذا التخصص اللي حاب تروح له في بطاقة الرغبات في الشبه الطبية أنك تقدم نفسك في القائمة الاحتياطية وراني شرحت هذا الأمر وإن شاء الله تعالى رح نزيد نذكركم في القائمة الاحتياطية للشبه الطبي لأنه كاينين حابين يبدلوا التخصص في الشبه الطبي كاينين يحبين مثلا من مخباري يروحوا لتخصص آخر مثلا العلاج الفيزيائي إلى آخر ذلك عندك هل يمكن التحويل إلى التخصصات ذات اللون الأسود في بطاقة الرغبات نعم أنك تقدر تدير تحويل للتخصصات التي ظهرت باللون الأسود في بطاقة الرغبات وكذلك يمكنك أنك تدير تحويل إلى تخصص هو لشيء ليس من ضمن بطاقة الرغبات اللي خيرت أنت من واحد للستة ولا من واحد للعشر اتفقنا مثلا أنت خيرت من واحد للستة مجموعة من التخصصات وما خيرتش العلوم الاجتماعية تقدر أنك في تخيرها بحل السيت ويقبلوك عادي تيعد معدلك يسمح هل يمكن التحويل إلى التخصصات ذات اللون الأحمر ما تقدرش للأسف لأنه معدلك ما وصلش هل يمكن التحويل إلى التخصصات طبية تخصصات طبية رهي المقاعد تحام حدودة وأنه لا تظهر في موقع التحويلات الجمعية هل يمكن التحويل إلى المدرسة العل الأسودية ممكن يفتحوا ممكن لا لأنه مقاعد رهي محدودة أيضا هذه هم الأسئلة اللي طرحوا معنية الطلبة نتمنى أنكم فهمتوا فيما يخص التحويلات الجامعية ولما يفتح الشيطة إن شاء الله تعالى رح ندلكم فيديو تطبيقي في كيفية التحويل سواء التحويلات الداخلية ولا التحويلات الخارجية وإلى اللقاء